الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استشهد خمسة فلسطينيين واصيب آخرون بجروح في غارات نطارات الاحتلال استهدفت حي الصحابة الواقع شرقي مدينة غزة وقد أكدت وكلة الأنباء الفلسطينية استشهاد الفلسطينيين الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين أحدهما لعائلة في حي وشرع الصحابة شرق مدينة غزة كما قصفت طائرة الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج الواقع بمدينة غزة ما أسفر عن إصابة عدد آخر بينهم أطفال ونساء إلى ذلك نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة الوقعة شمال المحافظة الوسطى أكدت هيئة شؤون الأسر والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عرة بعد نقله من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكة جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي وقد أوضحت الهيئة والنادي أن أبو عرة كان يعاني من مشاكل صحية صعبة ومزمنة وكان بحاجة إلى متابعة حثيثة وأضافت أنه منذ لحظة اعتقاله واجه الشيخ أبو عرة كما الأسرى الفلسطينيين كافة الجرائم والإجراءات غير المسبوقة بمستواها منذ بدء الحرب وأبرزها جرائم التعذيب والتجوية إضافة إلى الجرائم الطبية التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقالين في سجون معسكرات قوات الاحتلال قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على الحاجة لسد الفجوات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس بايدن أكد على ضرورة إزالة العقبات أمام تدفق المساعدات إلى جانب حماية أرواح المدنيين خلال العمليات العسكرية قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال سيكيو براون إنه لم يطلع بعد على الكثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لليوم التالي لانتهاء الحرب جاءت تصريحات براون بعد كلمة ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي لم يقدم فيها إلا مخططا غامضا عن قطاع غزة وقد حثت واشنطن إسرائيل على مدى أشهر ومرات عدة على صياغة خطة واقعية لمرحلة ما بعد الحرب قال وزير الدفاع الأمريكي ليويد أوستون إن نائبة الرئيس كاميلا هاريس تلعب أدوارا رئيسية في قضايا الأمن القومي للولايات المتحدة وأضاف أوستون أن هاريس تقدم بيانات مفيدة ومدخلات هامة لعمليات صنع القرار في بلاده وأضاف على الرغم من كون الرئيس بايدن هو اللاعب الرئيسي في العملية إلا أن هاريس بالغة الأهمية كذلك من جانبها قالت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشعة الرئيسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي قالت إنها مستعدة لأقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة نوفمبر القادم وأضافت هاريس إنها وافقت على المناظرة التي تم الاتفاق عليها سابقا في العاشر من شهر سبتمبر وأشارت إلى أن ترامب وافق على ذلك سابقا ولكنه يتراجع الآن قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن الهجمات الإلكترونية على دورة الألعاب الأولمبية في باريس أمر لا مفر منه وأضاف أتال للصحفين في مقر الوكالة الفرنسية للأمن الإلكتروني أن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها للحد من تأثير تلك الهجمات على الحدث هذا وقد تم تسليط الضوء على المخاطر التكنولوجية التي تواجهها دورة الألعاب الأولمبية في باريس في وقت سابق من هذا الشهر بسبب عطل تقني عالمي اشتركوا في القناة